وفي هذا المقام يؤكد مجلس النواب أن ما يقوم بي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن ما يقوم بي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الأحداث الدامية بالدولة الفلسطينية هي تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد قائد جسور هدف الأسمى إعلاء الحق ولا يخشى فيه لو متلائم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تكسيد لضمير الأمة المصرية تلك الأمة التي ناضلت وما زالت تناضل من أجل السلام رغم امتلاكها لقوة هائلة يعلمها القاصي قبل الداني قوة تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس في العدوان عن الغير الزملاء الأعزاء إن العنف والسلام نقيضان لا يكتمعان في بيئة واحدة ونحن في توقيت دقيق لا تجدي فيه نفعاً المواقف المزدوجة أو المرتعشة ولذلك فعلى المجتمع الدولي أن يحدد وجهته بكل وضوح هل سيكون نصيراً للسلام أم سيكون مأصوب العينين ويتحول لآدات من أدوات الجور والطغيان ويوهيب مجلس النواب المصري بجميع البرلمانات أن تتبنى قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتكفل حماية المدنيين الأبرياء إعمالاً للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية الزملاء الأعزاء نواب شعب مصر باسمي واسمكم جميعاً بل وباسم الشعب المصري جميعه نتقدم بخالص التعازي للشعب الفلسطيني المناضل داعين المولى عز وجل أن يلهمه ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان عاشت مصر حرة عاشت مصر العروبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر